بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور طارق الشاكر قناة كورسيرا نيرسنج زي ما بأكد كل مرة انها قناة بتساعدك على المذاكرة اه بتشرح كلينك الو نظري بصورة سهلة بسيطة مختصرة مدعومة بشوية تصوروا الفيديوهات لو حابب انك تشوف كل الفيديوهات بتعمل او اشتراك في القناة القناة اسمها كورسيرا نيرسنج ده اللوجو بتاعها اللي هي صفحة على الفيسبوك اسمها كورسيرا نيرسنج برضو وده بنفس اللوجو كل فيديو هتلاقي لي برضو وعلى على الصفحة بحيث انك تتابع عطري الفيسبوك وربنا ينفع الجميع موضوع النهاردة يعني اسطارة القلم او انا بس عايز قولك ان نخل بالك اقول لك عامية عام الاسطارة السؤال اللي بعد كده هل اصطارة ايه اسطارة ال اسطارة مخية لها ولا مركب اسطارة بولية كل دي حاجة اسمها اسطارة يبقى فيه لو اسطارة القلب اسطارة مخية ولا مركب اسطارة رولية. النهاردة ما قدوا عنا شوف الفيديو ده كده تخش عن طريق الخش يوصل للشريان وعن طريق يدكك زي ما انت شاف كده هو جايد يوصل لغاية الشريان اللي هو عاوزه طبعا الشرقين اللي بتغزي القلب اسمها الشرقين التاجين طبعا كل ده ظاهر له على سكرين او على شاشة طبعا. بيدخل ويشوف بعينيه ايه المشكلة فين ويحلها كمان او داخل بجاية دوار. ماشي ادي الشرقين بيحقن ماشي فين ووقفة فين ده في هنا جلطة ده هنا محتاج انه يشفد الجلطة ده يركب دعان هو او ماشي هنا هو ايه مكان دايا او فيه اسكدروزيس او اسيروما في شوية دهون متراصبين هيخش بجايد وايه. بعد كده يدخل ينفخ بلونة. اوه طالع بالبلونة. الشرقين دا كده. طالع عمال يدكة البلونة. ينفخ البلونة يهم موسع ايه? الشريان اللي دا دا. زي ما انت شايف اهو وسع الطريق خالص اهو عن طريق اهو بينفخها ويعمل لها ودفخة وهوية كزا مرة لغاية لغاية ما يوسع الاستنوزيس او الشرقين اللي دا دا. بعد كده يركب الدعاء زي تقفيصة كده يجي الشرقين يدقي تاني الى حاجة صداء يفضل المكان دا على طول ايه? او مفتوق. شايف ميزة الاسطرة? وكل دا بيه بشكل قبل. وهلو يسابه كده ممكن يديقي تاني. لكن هيروح داخل تاني اهوة كل دا والعيان صحي مش في مشكلة خالص. ومش حاسس بحاجة. هلجل نخط حوال عضل. داخل اهوة بالستنت اللي هي الدعامة. هينفخوا البلونة تروح نفخ الدعامة. اهوة. كده الدعامة المتالك او المعدنة دي تفرد. يعمل دفليت بقى يعني ايه? يهوي البلونة واسحبها فضلة الدعامة فتحة الشريان عمره ما يسد تاني في الحتة دي. يسد في مكان تاني دا وارد. لكن المكان اللي فيه دعامة دا خلاص. حاجة متالك فتحة قصبه عنه كمان. عادي القسطرة ببساطة. وطلع مسحب الجايد وارعيان زي الفورو. دي واحدة القسطرة. زي ما انت شايف ده المعيان هينام هنا. هده سي ارد عشاك لحرف سي. ده كندنسر ده وقت اللي هي بس العشعة يعدي من التيبل. يوصل للسنسور اللي تحت. فالعشعة دي تشوف زهرة ايه? تروح وزهرها له على ايه? على المونتور زي اللي هاني. طبعا الحامل محالية لو فيه اي ادوية في اي حاجة دي مش هنختلف فيه. اه ده واحدة القسطرة. طبعا في ايه? الترش فوق او اللي هو اللي ايه? مصدر سي ارد. اهوة. ده تيوب اللي بيمتص الاشعة اللي طلع من فوق. اهدى يعني ده اللي بيبس الاشعة. تعدي من التيبل توصل للسنسور او التيبل لتحت. سروح نطلع له الصورة على المونتور. الصورة الثالثة هي تعاليها بقى عيان وكل حاجة بيسمعها هو. كوروناري ارتري ستينت يعني الدعامة. اه داخل بجايد وير. لان مكان او بالاسطرة يعني لان مكان فيه دهون والمكان دايش وغان دايق. وروح داخل موسعه. ببلونة. يشيل البلونة يبدل الاسطينت ويشيل الجايد وير او الاسطرة فضة الاسطينت بس. اللي انت شفته يعني ببساطة هو العيان زي الفور. طيب كل ده ليه? عشان لان ما جايش رح بقى شوات نظري عن الاسطرة تبقى فاة. بلا كارديكاستريزيشن. بلا كارديكاستريزيشن. يعني اسطرة قلب. بلا كارديكاستريزيشن. او كارديكاستريزيشن. او اه اجراء. عشان افحص. القلب بشغال ازاي? وعبارة عن هولي تيو. كارديكاستر عبارة عن اسطرة مجوافة. بتخش من من بلاد فيزيزي من وعى دموي. يوصل لغاية القلب. فيه يشوف القلب بشغال ازاي? والشرايين? وايه? المسدود? وكل حاجات دي من الامريكاستريزيشن. ده هي معظمة الاسطينت بالامريكاستريزيشن. مش كلام انا الشخصي. كلام ما اتعملت. اه ليه الناس بتعمل اسطرة القلب? عشان تشوف اه يعني من غير ما ترى الكلام دوات عشان لو فيه ديء في شريان او يوسعه او شريان يتسد يفتحه. اللي هو العنجينة او الام اي. اللي هو الزبحة صدرية وقلطة القلب. اه عايز يركب استنت. القلطة دي ممكن ندوبها بشفاتها. هيشوف برضو كفاءة القلب. كل ده اه يقدر لو فيه اي يكون جنازي انه مري ما هو شايف القلب وقدام عينيه. ادي واحد اتسرة القلب زي ما انت شايف كل واحد متعقم والعين نايم والاسترة في يدوه ودي نزلفه. اذا صورة تانية عيات والسيار مهم قدام منه والشاشات وشايفين? اه اه ادحالة الشريانة هيئة قدام منه. ويقول ايه اللي مسجود ايه اللي محتاج يعمل له ايه? اه ادي ادي الاسطرة كلها زي ما انت شايف. فعلا اه كزا داخل الحاج هيدخل منها محليل او السواء وحاج هيدخل منها الاسطرة نفسها واكزا يعني. اه طبعا هو بخش اه بسن وبعد كده ومن الديليتر ده يدخل منه ايه? الاسطرة نفسها او الجايد واحد. زي بالزبط كده. ممكن نركب او حسب بقى ايه? وكل يوم هيوصلوا ايه? في الاخر يعني. زي ما انت شايف هو دخل ماشي 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 لغاية ما وصل للقلب اهوت. ويروح ايه? اه فيه هنا اهوت يعني انسداد كده بدهون. اخش بالاسطرة. بالقاء عن طريق جاء دويل وعليه الاسطرة. ويوسع. ادي الاسطرة زي ما انت شايف. وحانت اه سبغة. لا متعدي بالعافية او متعديش خلص يعني كنفين سداد ويتعامل معا. ايه الدعامة? دي عبارة عن شبكة معدنية كده. بتفتح الشراء المقفول عشان ييجي دياء التانية دي صدادة كده. زي ما انت شايف. هي دي. الدعام. زي ما انت شايف اهو لها مسدودة دخل نفخ اه البلونة وعليها الاستان. شايف البلونة افضلت الاستان. بقى الطيار الدم اللي كان هيمشي من هنا في الاول. يعدي شوية الدم من الصغيرين او ما يعديش خالص. هنا بقى واسع والدم يرايح للهارة مصر. والدين يتحلط زي الفل. ادي الاسطرة تانيها. دي بقى الاسطرة بالاماكن بتاعتها يقول لك دوت اللي اللي بينفخ بيه. البلونة وده سريوي وده الواي بيس وده كلام كله. يعني لما تشتغل اسطرة هتشوفها على عينك يعني. تشوفها بعينك يعني. حاجة يحب منها السور وحاجة من الصغير وكلام لكله. زي ما انت شايف اهوض. بعد في الاخرات بيشيلها واضغط آآ بريست باند. عشان ايه اتضل ضغط عليها عشان ما كان الشوران ده ما يعملش همتهم. هذه الاسطرة يسيب بالحالة بسيطة. شوف الفيديو ده كده. هلاء مركبة من الارتري اللي هو تحت اصبعات الكبيرة. اهو دخل هواي خضر خضر المكان اللي هيدخل منه. هو هنا دخل خضر دخل بالسن. طبع ارتريا له قدام مطالع. يبدأ يدخل بالجايد واير. يدكيكو. شيل الجايد واير. زي الحد لو حد فيكو شاف شاف تركيب سنترال اللي هانا سوفي به. انا بيعمل بس بالمشرة حاجة بسيطة خالص كده. وده بيديو برضو وبشرح للي بسجل يعني. اهو ده انا هو عمالي ده كك انا قدام من المونيتور او الشاشة هوت بص عاريها. بص بوضع العيان بحيس ان الا اكسريت وبنزد على الشيست. اهو الاسطرة ما الشهيت وبنفخ سابغة. فالسابغة تظهر له الوريد شكل وعامل ايه في انسداد في دي في ان يريز متمدد شرياني واحمد اموية اي حاجة. عمل يدكيك ويعينه على المونيتور. هو لابسين جوانتيات على فكرة جلابزات بس هي اللي تحس ان هو مش لابس لكن هو لابس او. عمل يدكيك. عمل يحقن بقى سابغات وحن حكته. يدكيك تاني شوف شرعين تاني وتالي تشوف كل الشرعين اللي على القلب. خلص خالص اهوة. وهو ينظف ويمشف. وفي حاجة كده ضغط هيضغطها بكده بهاوة. حيس ده شوية عشان ما تعملش هاماتومة عشان ده ارتيريا بريشرة اهو. دي بعد ما يفضل ضغط بايده شوية لا اهوة عامله ديت اروح نفخها تبدل ضي ضغطة على دراعه. بضغط بمقدار برضو ان الدم يفضل رايح بس باي رايح يا ريست عادي يعني. اهو هنفخها اول بس كده او الشيز حلت مشكلة كبيرة في القلب بشكة صغيرة في دراع العيان بتخدير موضعي. وهو ده ربنا سخر العلم اللي حل المشاكل يعني عشان حالات زي كده. دي كانت فكرة بسيطة عن الاسطرة القلب. ده برضو اللي بقررها في كل فيديو عشان تبقى عارف ايه للشرح لغاية دلوقتي. النظري والعملي. وربنا يسر الحل كده كله ما نفرع فيديوهات ان شاء الله هنرفعها. القناة اليوتيوب اسمها كورسيرا نيرسينج. وده اللوجو بتاعها. صفحتها على الفيسبوك برضو اسمها كورسيرا نيرسينج. بنفس اللوجو. وربنا اوفقك كمية. سلام عليكم.